السلام عليكم ازايكم يا حبيبي? عاملين ايه? وجيت لكم فيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة مقارنة بين السلاحف اليوناني والسلاحف الصحراوي او السلاحف المصري. اه عشان لما تروحوا تشتروا صلحفة تبقوا عارفين الشكل كويس. وايه مميزات السلاحف اليوناني? وايه مميزات السلاحف المصري? ايه عيوب السلاحف اليوناني? وايه عيوب السلاحف المصري? اوكي? انا طبعا الهدف عندي من القناة ان انا اوصل لكم المعلومات الصحيحة والتربية الصحيحة. هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه وسلم. وهنبتدي الفيديو بتاعنا على طول. اوكي? طبعا زي ما حضراتكم شايفين سغانطوتة ولزيزة وكيوت خالص خالص السلاحف دي. فيه بيقولوا عليها صحراوي. وفيه بيقولوا عليها مصري. وفيه بيقولوا عليها ليبي. اوكي? لانها بتيجي من ليبيا. آآ كمان انا ما عملتلكوا جولة في جسر السويس. قالوا لي التجار كانوا بيقولولي على دين لها يوناني. عشان فيها الحتة السودة دي. وطبعا كانت معلوماتهم كلها غلط. هم عايزين يبيعوا خلاص. فانا قلت ما اعملوكم الفيديو ده عشان لما تروحوا تشتروا. ان شاء الله السلحفة سواء مصري او يوناني. آآ تبقوه عارفين آآ تبقوه عارفين انتوا هتشتروا ايه بالزبط. تمام? بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آآ بالنسبة للسلحف المصري زي ما حضرتكوا شايفين كده. الشهية بتاعتها بتبقى آآ ضعيفة شوية بتبقى شهيتها مش تبقى مفتوحة زي اليوناني. شايفين اليوناني بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شهيته بتبقى مفتوحة وآآ وبياكل على طول ما بيتعبناش في الاكل. اما السلاحف المصري آآ على طول كل اللي بيربه سلاحف مصري بيشتكوا من موضوع الاكل ده. تمام? يعني نادر لما تلاقي السلحفة فتحة بقها كده وبتاكل. وشهيتها مفتوحة. ده اول عيب آآ في السلاحف المصري. تمام? تاني عيب في السلاحف المصري انا هقول العيوب الاول وبعدين هقول المميزات. اوكي? آآ تاني عيب في السلاحف المصري. ان هي المناعة بتاعتها قليلة. يعني مناعتها آآ يعني ممكن مستهل قوي انها تبرد. يجي لها برد. مستهل قوي انها تعية. ما تتاقلمش مع ظروف البيئة آآ بسرعة. غير اليوناني. اليوناني لقى. ما شاء الله مناعته قوية. آآ كمان شهيته حلوة. تمام? نيجي بقى للحجم. آآ بس بقطع بس الزقزوق عشان تاكل. زقزوق عشان نشكله جعان. آآ لم اليوناني عندي الحجم ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده كبير. آآ آآ زقزوق تمنداشر سانتي. اما دي سبعة سانتي بس. صغانتوتة خالص. بصوا. صغيرة قوي يعني مش مكملة نص الكفة اهو. مش مكملة كف ايدي كله حتى. آآ لو حبينا نشتري آآ سلاحف مصري. لازم لان هي متوفرة جدا في الاسواء وكمان سعرها رخيصة عن اليوناني. اليوناني يعتبر سعره اغلى من المصري. وكمان ما بيبقاش موجود كتير في الاسواء اللي موجود كتير ومتوفر المصري. آآ كمان شكله بيبقى صغير كده وكيوت فبيلفت نظر الاطفال فما بيجوا يبصوا لديه ولا دي. فبيختاروا السغانتوتة دي. ما عنديش اي مشكلة. في كتير بيربوا مصري. وبيبقوا فرحانين بيه. وبيبقى كويس. مش بيبقى وحش بس. على شرط. لو رحنا نشتري السلحفة ناخد معانا قطع تخيار. نحطها لها كده. لو السلحفة مدت بقها وابتدت تاكل. تبقى كده شهيتها كويسة ومفتوحة ومش هتتعبنا خالص في التربية. كمان لو بص انتوا شايفين بتمشي بطيء جدا جدا ازاي? لا لو بتمشي سريع. انا برضو كنت عملتلكم جولة. آآ عن اسعار السلاحف. اليوناء المصري. كان مصري بس ما كانش فيه يوناني. كانت هنا في الشرقية. اما الفيديو اللي فات كان في جسر السويس. آآ كانت السلحفة المصري كانت سريعة جدا ونشيطة وكانت كويسة دي. بطيئة جدا. زي ما حضرتكم شايفين كده. آآ شهيتها من ساعة ما جات. مش راضية تاكل خالص اهي. فانتوا عشان ما تتعبوش. ما تتعبوش نفسكم يعني. لازم تاخدوا معاكو قطعة خيار. او جرجير. المهم اي حاجة تقدم تحطوها كده للسلحفة. والله فتحت بقها وابتدت تاكل. يبقى تمام. ما فيش اي مشكلة. لان انا جالي لسه في الكومنتات ان في بعض البلاد وخصوصا في الصعيد. آآ ما بيتبعش عندهم قال للمصري. اليوناني مش متاح خالص ومش موجود نهائي. فبيسألوني نعمل ايه? ما فيش مشكلة لو مش متاح قال للمصري. لازم نعمل لها الاختبارات اللي انا بقول لكم عليها دي. لازم نشوفها شهيتها مفتاحة ولا لا. آآ لازم تكون طالعة كده برا الصدفة. ما ينفعش تكون مدخلة راسها ويديها. آآ كل جوة الصدفة كده واشتريها. لا كده هتتعبني جدا وهتبقى جابانة. ومن نوع اللي بتخاف وما بتطلعش من الصدفة بتاعتها بسهول. اما دي ما شاء الله هي جريقة شوية بس ايه? وكده بس شهيتها مش مزبوطة. بصوا عنيها. لو جينا لعنيها نحس ان عينيها آآ ملتهبة. ورمة كده شوية عينيها مش طبيعية ما بتبرقش. السواد اللي فيها مش سواد آآ الكويس. شايفين الكاميرا جايبها. اهي كده. ايوا كده باينة كده شوية. اهي. آآ طبعا لازم العين الصلحفة عنوان لجسم الصلحفة من جوة. لو العينين السواد بتاعها بيبرق وعينيها مفتاحة وما بتدمعش وعينيها كويسة تبقى السلحفة آآ صحتها كويسة. اما لو عينيها ورمة كده. آآ تحس ان عينيها ملتهبة كده هي مش فيها افرازات ولا بتدمع ولا حاجة بس تحسها ورمة. يعني تحس العينيها ورمة. تيجي نبص على عينين زأزوء كده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العليا العظيم. ما بس عايز اقوريكو في الكاميرا كده بصوا عينين. اهو مش عارفة الاضاءة باينة ولا لا. بصوا السواد بتاع عين زأزوء بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. السواد جميل جدا ازاي? في العينتين. العين مفتوحة. ده ان ده اللي يدل على آآ اهي ايوة كده باينة. ده ان ده اللي يدل ان السلحفة صحتها كويسة. اما هنا لو جينا للسلحفة المصري. بصوا عنيها عاملة ازاي ورمة. وعينها مقفولة. مش مفتوحة. شايفين? اهي. طبعا لازم اول حاجة هنبص عليها العين. تاني حاجة هنبص عليها الصدفة. طبعا الصدفة فيها بعض الحاجات البيضة دي. مش مشكلة يعني هي مش كتيرة قوي. مع الكالسيوم وتعرضها للشمس هتبقى كويسة. تمام? آآ اهم حاجة الصدفة ما يكونش فيها اي خدوش او اي كسر او اي حاجات بيضة اللي هي الحاجات البيضة اللي هي بتبقى نقص كالسيوم او بكتيريا في الصدفة. نبص على الصدفة برضو من من وراء من هنا نشوفها برضو سليمة ولا لا? اوه بتعمل بيبي. سوري. سواني بقى. آآ طبعا انا حطت لها منديل عملت عليه بيبي. آآ برضو يعني حبيت اقول لكم ان احنا لازم برضو نبص على البيبي بتاعها لو عملت واحنا مثلا تلمحل بنشتري آآ الصلحفة. آآ نبص فيه كويس جدا معلش سوري على المنظر. هو طبعا المنظر مش لطيف خالص. بس لازم اقول لكم المعلومة دي. عشان بتبقى معظم الصلاحف المصري بيبقى فيها ديدان. ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. فهي عملت آآ الببي اهو. المفروض احنا نبص فيه. بس سوري يعني على المنظر هي مفهاش ديدان ولا حاجة آآ مفهوش. يعني بس انا بقول لكم عشان برضو الحاجات دي مهمة جدا لان كتير بيجيبوا الصلاحف. وبيكتشفوا بعد كده ان هي عندها آآ ديدان. اوكي? فالحاجات دي مهمة جدا. يبقى نبص على عليها. نبص على الصادفة. لو عملت بيبي قدامنا نبص فيه كويس جدا بيبقى فيه الديدان بتلعب كده بتبقى صغيرة واحيانا بتبقى كبيرة. فنبص على الحاجات دي كويس قوي. كمان نبص على الشهية لان هي لو اكلت هتريحنا وهتبقى صحتها كويسة. هتعيش معنا يعني في التربية هتبقى مريحة يعني. اما لو ما كلتش زي دي هتقرفني وهتقعد على طول منع الاكل كده وده موضوع مش لطيف خالص يعني ان هي آآ تبقى ما بتاكلش. آآ طيب ايه العيوب بتاعة اليوناني? اليوناني ما شاء الله عليه ما فيهوش عيوب كتير قلة. الطويلت بتاعه بس بتبقى يعني كميته كبيرة لان حجمه كبير. سلاحة في المصري ما بتعملش طويلت كتير نظيفة. اكلتها بسيطة. ما ما بتاكلش كتير اوي اليوناني. ليه اوقات اوقات. اوقات ياكل كتير واوقات ياكل آآ بسيط. آآ المصري اكلته ضعيفة. مشيته ضعيفة. بصوا كل حاجة عنده قليلة. آآ الشهية قليلة. المشية قليلة. النشاط قليل. البيبي قليل. كل حاجة. بس ما نبص للشكل كيوت ولزيز وجميل. آآ المصري سن التزوج بتاعها كان. آآ لما بتبقى جاهزة للتزوج يعني. الزكر بيبقى عشرة سنتي والانسة اتناشر سنتي. طيب اليوناني الانسة اتناشر سنتي والزكر اربعتاشر سنتي. المصري اخيرة خمساشر سنتي. دي سبعة سنتي. انا استها لقيتها سبعة سنتي. آآ اليوناني اخره خمسة وعشرين سنتي. تمام? آآ ايه تاني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت عايزة اقولها لكم. آآ تقريبا دي كل المعلومات اللي انا كنت عايزة اقولها لكم. يعني ما فيش حاجة جديدة يعني. اللي عايز اشتري المصري اوكي. واللي عايز اشتري اليوناني اوكي. ده متاح وده متاح. آآ فيه جروبات كتير قوي على الفيسبوك. بتدوا يبيعوا السلاحف يعني ما كانتش بتبقى متوفرة اكتر. فيه كمان السلكاتة اللي هي بتجبر على طوله حجمها كبير. كنت عملت لكم الجولة عن التلات انواع. بس حبيت اعملكوا الفيديو ده عملي اكتر. يا رب الفيديو النهاردة يكون افاتكم ولو بمعلومة صغيرة. وزا عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك لزأزو. آآ والسلحفة الجديدة معانا زيزي. آآ يا رب الفيديو. يا رب الفيديو تكونوا استفدتوا منه وتكون عجبتكم زيزي. هي بصراحة مش راضية تاكل مكسوفة. آآ نسيتها اقول لكم اخر معلومة. الفلاح في المصري لما بتبقى لسه جاي جديد بتبقى خايفة من المكان محتاجة تتعود على المكان اكتر مش محتاجة شل وحط فيها كتير عشان تبتدي تاكل. يلا انتظروني في فيديو جديد بازن الله. باي باي.